هذه الصورة التي التقطت في صحراء مرزوقة جنوب شرق المملكة المغربية هل لاحظتم شيئا غريبا في الصورة؟ بحيرات وبرك مائية بين كثبان رمال هذا ليس سرابا كما قد نعتقد ولا هي صورة من صنع الذكاء الاصطناعي بل ظاهرة استطنائية شغلت روادة مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب منطقة مرزوقة الجميلة تعرف بالسياحة العلاجية حيث تستقطب هذه المنطقة سنويا آلف السياح الراغبين في تجربة الحمام الرملي الصاخن للعلاج من أمراض مستعصية كالروماتيز وي بذلك تحظى بشهرة عالمية تجاوزت حدود المغرب كيف لهذه المنطقة الصحراوية أن تتوفر إذن على بحيرات وبرك مائية؟ حسنا المناطق الصحراوية جنوب المغرب والجزائر شهدت منذ أيام أمطارا رعدية غزيرة كانت غير مسبوقة أدت إلى تشكل سيول وفيضانات أدت للأسف إلى وفاة 18 فردا كما تسببت في انهيار 40 مسكنا وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية تلك الفيضانات وصلت آثارها إلى الجنوب الشرقي في المغرب من ضمنها صحراء مرزوجة لتظهر هذه البحيرات المائية في ظاهرة نادرة الحدود بالمنطقة واتقتها صور ومقاطع فيديو تظهر بركة ممتدة على طول 22 كم في مشهد أثار السغرابة وإعجاب أيضا رواد من الصحة التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة كيف تفعلت المنصات مع تلك المشاهد المدون قدر الزمان يعلق بعد عشر سنوات من الجفاف صحراء مرزوجة تنعمت أخيرا بالأمطار معجزات الطبيعة يقول حقيقية والصحراء تنبض بالحياة مع كل قطرة أما المرابط عبدالغني يقول رحلة المطر في الصحراء تجربة ساحرة مميزة في المناطق الصحراوية مثل مرزوجة وجنوب شرق المغرب يعتبر المطر نادرا وعندما يسقط يتحول المشهد إلى لوحة فنية حية كما يصفها عبدالغني بينما يرى المدون هشام بوحطاه أن هناك نقصا في السدود وكمية كبيرة من الأمطار في رأيه تضيع هباء وجب على الحكومة أن تعمل على إنشاء مزيد من السدود لتغطية جميع المناطق في المملكة ورحم الله من توفو نتيجة السيول للترجمة نانسي قنع